في معلومة برضو قارتها ان كل درس من دروسنا كل درس مرتبط بعضوه في الجسم هل ده صح؟ لا احنا بس عندنا في السنان المنطقة دي هيه الـDangerous Area لو كل الناس عارفة المنطقة دي كلها أعصاب، كلها 분�يز، وكلها زي أوردة كتير فمثلا مثلا أنا بسطها لو حد تلقله حباية هنا أنت ممكن متتخيلة أني ممكن الحباية دي تعمل إيه؟ في غين هنا أو جزء أو وريد متوصل بمنطقة ما في المخ تمام الأسامية الطبية مش عايزة أقول لا لا إنها هتبقى كبيرة ولكن هي متوصلة بالمخ فلما بيحصل حباية هنا لا سمح الله لو أنت فرعتها أو لعبت فيها أو حصل حاجة أو حصل ارتجاع عكسي للدم أو للبكتيريا أو للصديد اللي جوه الخراج دوت أو الحباية دي ورد على جوه الفين دوت ينهرى بيض هيصب في المخ يا ده مع الوقت سكرة جدا هيعمل مشكلة كبيرة فدي دينجروس إريا كبيرة يعني إذا الحتة دي المثلث ده الواحد مايلعبش فيه مايلعبش فيه بقى لا داخليا ولا خارجيا فإحنا بنتكلم ده خارجيا يعني بقولك دي حباية ما بالك بقى حدي بيسيب نفسه عنده خراج في سنانه اللي فوق عنده خراج في سنانه اللي قدام يا بص يا زبتو ده بطلع لي حباية كده من جوه وكل شوية فرقاحة وتروح أنا مش موجوعة بس هيئة بتجيلي بتدايقني بس أيها يا حبيب أنت عارف هيئة بتصفي فين؟ هي بتصفي جوه جسمك ترجمة نانسي قنقر